تراث وزير الداخلية عبد وافي الفتيت الخميس بمقر ولاية جهة طنجة طوان الحسيمة بشماع موسع خصص لتدارس تقدم الاستعدادات الخاصة بمدينة طنجة لاحتضان مباريات كاس العالم 2030 وجمع هذا اللقاء الذي حضره على الخصوص رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجع ووالي جهة طنجة طوان الحسيمة عامل عمل الطنجة الصيلة يونس تازي مسؤولي المؤسسات العمومية والمصارح الخارجية المعنية بالتحضيرات الجارية لتنظيم المونديال وبهذه المناسبة تم تسليط الضوء على مشاريع البنيات التحتية والتهيئة الجارية من أجل تمكين مدينة طنجة من الاستجابة لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وضمان تنظيم جيد في مستوى هذا الحدث العالمي